لكن الكلام اللي جاي انا تحديدا لما جينا نتكلم ونحضر للحلقة النهاردة الموضوع ده بالنسبالي ما كنتش عايز اتكلم فيه الحقيقة ولكن لقيت اني ناس كتيرة جدا على السوشال ميديا بتتكلم فيه وبيكلموني في التليفون يسألوني يا عم اسلام يا كابتن اسلام هو مسيماني حيمشي من النادي الاهلي اخطلوا يا جماعة والنبي ده كلام والنبي ده كلام هل ده كلام ممكن حد يعقله اولا النادي الاهلي بيمشي حد في نص الموسم حصلت قبل كده ده اولا ثانيا رجل كسبان كاس السوبر الافريقي رجل رجع كسبان واخد فقد نقطتين بس من سبع مباريات في الدوري العام المصري حيلعب كاس الرابط بعد كده داخل على كاس العلم ده في خلال شهر شهر ونص كاس العلم للاندية عنده طموح كبير جدا زي ما سمعتم بارح من كابتن خالد علي المتحدث باسم او المنصق العام لنادي سانداونز اللي قال مبارح ان المسيماني وعرف كويس جدا المسيماني قال انه عنده طموح كبير جدا انه هو يكسب يكسب كاس العلم للاندية فانا عادت اقول الناس عمال اتكلمني وبتسألني بجد هو ده حيحصل وانت اسلام عارف ان المسيماني حيمشي والله يا جماعة انا اللي انا عرفه ان النادي الاهلي لا يتعامل بمثل هذا الشكل لا يتعامل بمثل هذا الشكل ومنطقيا كده وبالعقل لما تيجي تفكر هل ممكن الراجل يمشي دلوقتي وعنده بعد شهر اقل من شهر كاس علم فطبعا اللي بيقولي الكلام ده انا فجئت لقيت 6-7-10 تلفنات ناس بتكلمني وناس اهلوية اهلوية من الاهلوية الجامدين اللي بيحبوا النادي الاهلي وبيسألوني على السوشال ميديا بيقولي بصوا مكتوب ايه ويبعتولي ويوروني واشوف اللي بكتوب على السوشال ميديا جمعا كلام غير منطقي غير منطقي نادي الاهلي حيستعد لكاس الرابطة خلال ايام القادمة علشان يلعب كاس الرابطة يوم 13 وبعد كده حيستعد بالاربع خمس مباراة بتوع كاس الرابطة ويروح كاس عالم نشوف بقى حنلعب يوم خمسة ولا حيحصل ايه ولا الدنيا هتبقى ماشي ازاي حنلعب بلعابتنا ولا الدنيا حنشوف ايه اللي حيحصل والنادي الاهلي هو ده اللي بيفكر فيه خلال الفترة اللي جاي ونفكرش في حاجة تانية هو ده اللي بيفكر فيه النادي الاهلي فالحقيقة ناس كتيرة جدا بتقعد تتكلم وتقول كلام كل واحد حر وكل واحد يقول رأيه وكل واحد يقول اي حاجة فيما يخص اي موضوع او اي موضوع في كرة القدم لكن في النهاية يا جماعة بالعقل وبالمنطق هل ده ممكن يحصل عندي فضلي شهر وحيحصل لعب كاس العالم بتاعي حتى يعني لو على افتراض ان انا عندي اساسا النية اللي انا مشي امشي قبل كاس العالم ولا استنى بعد كاس العالم ومشي مثلا يعني كلام يعني اساسا غير منطقي ما ينفعش نتكلم في دلوقتي لكن حبيت ان انا اقول لحضراتكم الكلام ده كلام غير صحيح ايه تاني كلام غير صحيح طيب بالنسبة لموضوع كهرباء هالكهرباء هيمشي هالكهرباء سيتم اعارته هالكهرباء كذا كذا طالما لم يصدر شيء من النادي الاهلي او من منصاته الاعلامية المختلفة او من قناة الاهلي اذا كهرباء موجود في النادي الاهلي احنا تعودنا على هذا الكلام احنا دايما اللي بيني وبين حضراتكم او اللي بين قناة النادي الاهلي وحضراتكم انتو عايزين بتعرفوا اي حاجة بتفتحوا قناة الاهلي لو في اعلان رسمي عن اي حاجة عن قدوم لاعب او خروج لاعب بيبقى من خلال القناة او من خلال منصات الاعلامية لنادي الاهلي هل ده حصل ما حصلش حل حصل بلاش كهرباء حصل مع محمد الشناوي يعني مثلا انا بقول اي كلام او اي اسم يعني محمد الشناوي ما حصلش يبقى محمد مكمل كهرباء مكمل فيش حاجة جديدة حصلت مفيش حاجة جديدة حصلت لغاية لما يتم الاعلان اذا كان هناك شيء اذا كان هناك شيء موضوع يا جماعة في النادي الاهلي وكل طبعا الجمهور النادي الاهلي عارف هذا الكلام الموضوع ما ممشيش كده ما بمشيش ان انا صحي الصبح عايز امشي اسلام فمشي اسلام بتنتشر الاشعاعات زي من اول امبارح ولا امبارح لما طلعت وقلت النادي الاهلي من حقه يا جماعة ان هو يتعاقد مع اي لعب في شهر واحد لانه عفوا او قبل انها يتعاقده بست شهور من حق النادي الاهلي ان هو يتفاقد معه سواء جوه مصر اللي برا مصر يا نهارا بيد الناس ربطت ما بين الكلام ده وما بين لعبين معيني يا واسلام بيقول ان هو خلاص جبنا فلان وجبنا علان وده ما حصلش انا مقولش ان احنا جبنا حد انا لا املك ان انا اقول مثل هذا الكلام الا بعد صدور شيء رسمي من النادي الاهلي عن اي لاعب بقى مش عن اسماء معينة بتكلم عن اي لاعب ده سيستم جوه النادي الاهلي سواء اسلام موجود او غيره هو ده السيستم اللي احنا بنمشي عليه فجماعة من فضل حضراتكم ما تتجروش وراء اي شيء حتى الاعلان الرسمي من داخل النادي الاهلي ومن خلال منصاته الاعلامية غير كده حضراتكم وجهة نظر يعني وانا عارف ان انتو دايما واحنا بنتكلم مع بعض وده دايما انا اتمنى مثلا لما يتعمل برنامج توكشو فقاحت خصوصا في القناة الاهلي نفسي ان يبقى فيه دايما حوار مبيني ومبيني الجمهور من خلال معرفش ازاي هنحاول نشوفها مرة ازاي تتعمل لانه جمهوردة الاهلي واعي جدا للحروب اللي بتحصل عليه لان موسيمان يمشي لان فلان يمشي للعلان يحصل مش عارف ايه كل الكلام ده كلام غير منطقي مينفعش نفكر فيه